موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف المعاد السادة المشاهدين للوطنية الأولى رب إن شاء الله بجاه القرآن العظيم يجعلني وإياكم من الآمنين يوم الزحف الأعظم يوم القيامة واجعلنا من الآمنين في الدنيا وكذلك في البرزق آمين اليوم لسم العزيز وإحنا تحت ظل أسماء الله الحسنى والحصة كما تعرفوا هو الله هو الله الهادي ما معنى اسمه سبحانه وتعالى الهادي اسم ربي سبحانه وتعالى الهادي هو الذي يهدي إلى أحسن الطريق وإلى أقوام الطريق وإلى أرشد الطريق فهو سبحانه وتعالى يرشد ويوفق إلى صالح الأعمال وهو يهدي الإنسان العاصي إلى طاعة الله وهو يهدي حتى الحيوانات إلى سبلها وإلى رزقها وإلى أقواتها وكذلك جميع الخلق سبحانه وتعالى هو الهادي أي هاديهم ربي سبحانه وتعالى ورانا أن الإنسان اللي يبعد على الهداية تضيق به الدنيا وتتغير أحواله ويولي ما عادش يتمتع بكل صفة منتع البشرية العظيمة اللي هي فيها الطاعة وفيها الخير الكثير الهادي إلى الرشاد سبحانه وتعالى يهديك كيف تبدأ حاير متحير قال وريد ذلك الإنسان اللي يعمل الاستخارة وما بانتلوش يكثر ليلة الجمعة بخلاف أنه يصلي الاستخارة يزيد معاها يا هادي يا هادي يا هادي ألف مرة بإذن الله ربي سبحانه وتعالى يهديه ويوفقه بيش يعرف الصالح من الطالح هالاسم العزيز هذية الناس الكل محتجته وخاصة شبابنا حتى كي تبدأ ماشي قول يا هادي يا هادي مش حتى هيدايتك انتي والحمد لله قال أنا صالح بشي يزيدي هديني بشي نولي شنوه بشي نولي درويش ليكتي سائلة لا قولوا له لا أراول هادي مش معناتها بشي دروشك أراول هادي معناتها بشي كل حاجة فيها من فعلي كنتي هو بشي وفقك ليها سبحانه وتعالى كذلك من أسماء المولى سبحانه وتعالى في حصتنا هذية العزيزة المباركة هو اسمه سبحانه وتعالى البديع شنو معناه البديع البديع يا جماعة هو اللي خلق الخلق وأبدعه شنو معناه دون آلة طيب احنا بش نصنعوا حاجة يزي من آلات انتي وصلها كان نجار عنده معناتها الأهلات بتاعه وكان معناتها ميكانيكي عنده الأهلات بتاعه وكانوا حداد كيف كيف المولى الكون دا الكل دون آلات كن فيكون شوف القوس فهو البديع هذا المعنى الولاني والبديع أيضاً هو الذي ليس كمثله أحد بديع ما معنى معنى حتى حتى ما يشبه للمولى سبحانه وتعالى لا في صفاته لا في أفعاله لا في أسماءه لا في ذاته المولى سبحانه وتعالى واحد أحد والبديع هو الذي يبدع يبدع الأشياء معنى إذا كان خلق يخلق في أعلى مراتب الكمال اللي يلزمك شيئاً ذاك يكون فيه المولى سبحانه وتعالى يجعله في أعلى وليحكم يعلمها وهو سبحانه وتعالى يبدع في جميع ما خلق ويخلق حتى يكون إنسان خلقته هكاً المولى سبحانه وتعالى يبدله وتشوفه من غير لا يمشي لا لا يستيك ولا غيره يقول يا هذا فلين في الاربعين سنين يا ألطيف ما مستو طوال الله مطلع عني بالحق هو قال ما لا الله سبحانه وتعالى المبدع بديع بديع الأشياء وبديع المخلوقات وبديع الأكوان ما لا خلقهم وزينهم من غير لا آلة ولا غيره الاسم العزيزة دايا اللي يكثر منه يا بديع يا بديع يا بديع قالوا المولى سبحانه وتعالى يسر له ساعة أمور الرزق اثنين الناس الكل تلتجيلوا لأنه يعرفوه أنه الأشياء إذا كان حكم فيها ولا حط فيها يديته حتى ما يعرف شيء البركة يقولك فلان إذا تخلي الحانود ومصلي عني بيت تعمر ويقعد لخ النهار والناس بداخل خارج هذا يذكر اسم البديع يكون عنده باركة محسوسة في داره وفي كل بقعة يحط فيها سويقاته كذلك من الأسماء العظيمة اللي بش نشوفوها في هذه الحصة المباركة اسم المولى سبحانه وتعالى الباقي ما معنى يا جماعة الباقي هو المولى سبحانه وتعالى اللي الأشياء الكلها التفنى وهو باقي أبدا وأزلا في الأزل باقي سبحانه وتعالى ما عنده بداية وكذلك هو الباقي في الأبد دون نهاية ما لأ الباقي كل شيء هالك إلا وجه هو الباقي سبحانه وتعالى ما لأ الأشياء الكلها تفنى وهو يبقى هالكون هدايا الكل اللي احنا عايشين فيه والبوح والأبحار والأشجار والثماء قال بش تزول وهو الباقي قالوا ذكر هالاسم العزيز الإنسان عنده برشة مشاكل واللي يحس معنا أنه إن شاء الله كل الإنسان عنده قدر يحس ما عنده قدر عند الناس وقد ما يعمل الخير للناس الكلها يخدموا به ويقضي قضيتهم وهو شيء ثانوي وغيره قالوا يصلح هذا الباقي 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 يذكره الإنسان أقل شيء مياه في النهار واذا ينجم يذكره حتى أكثر من 313 في النهار ويواظب عليه بإذن الله أنه يبقى باقي الذكر حتى كيموت وحتى يوم القيامة فهو في أعلى درجات البشرية أملهم المواظبة فهو باقي في أحسن ما يكون الإنسان في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة بفضل اسم الله الباقي فإن الإنسان أزاء البشر فيتمتع باسم الباقي فيبقى ذكره بعد موته ويذكروه وإلى أبد الآبدين وحتى إذا الناس نساوه وإذا كانوا ألفات ومشات يقعد حتى في الملأ الأعلى لا يذكروا إلا بخير في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وهو صالح أيضا قالوا لهداية الأطفال يكثر من يا باقي يا باقي وينوي أنه ربي بش يهديهم له سبحانه وتعالى يهديهم ربي يزيد ويجعل يبقيهم يبقي لهم هالنعمة هذية وهالحفظ هذا وهالخير حتى الظرية الظرية ولذلك ربي فما ناس بفضل اسمه الباقي يبقيهم ربي ونسلهم في النعم بالسابع وثامن معنتها جد ومعنتها قال تعالى وكان أبوهما صالحا قالوا السادس ولا السابع هكيك اسم الباقي في فضل عظيم ياسر اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يارب نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة يسر أمورنا فرج قلوبنا اغفر ذنوبنا اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية وما ردا غير فاضح ولا مخزي يا كريم يا كريم يا كريم يا رؤوف يا رحيم جعلنا تحت لطف أسمائك الحسنى بجاهل الأسماء الحسنى وبالسماوات والأرض وبذاتك العلية آمين وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة